تبدل جهود متواصلة على مستوى إقليم جرادة للنهوض بقطاع التعليم وتحسين ظروف التعلم وتنمية الأجيال الصعيدة تربوياً بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتعد هذه الإنجازات تمرت شراكة بين على الخصوص المبادرة الوطنية لتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية وفعاليات المجتمع المدني العاملة بالمجال وتستهدف بالخصوص العالم القروي بغاية الحد من التفاوتات الموجودة بقطاع التعليم والمساهمة في النهوض بالعنصر البشرية. في هذا الإطار تم إلاء أهمية خاصة للنهوض بالتعليم الأولي الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تنمية الطفولة وإرساء مصارها الدراسية على أسس متينة.